ما الذي باتها يشعرنا بالاكتئاب مسألة مهمة جدا لا بد أن نعير انتباهنا واهتمامنا إلى هذا الموضوع ولماذا البعض يتنامى هذا الشعور لديه بمجرد عدم قدرته على تحمل ضغوطات الحياة ولكن هل شعرت في يوم من الأيام قبل أنك تتحس بالاكتئاب وأن هذا الاكتئاب هو عدوى سنتعرف أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفتنا في الستيديو سادة رهف رائف قبيسي مدرب صحة نفسية وذهنية يا رحب كيفك؟ أهلا وسهلا طبعا موضوعنا اليوم عدوى الاكتئاب عدوى الاكتئاب ممكن اليوم يكون منتشر مثل الفيروس أنا نسميه فيروس الاكتئاب ممكن الواحد يتحسس فيه بشكل شريع لو بتخبرين حول هذا الموضوع أكثر في البداية خلينا نعرف الاكتئاب بشكل عام أو بشكل مختصر احتراما للوقت الاكتئاب هو اتراب نفسي ومزاجي بيصيبنا لما يصيب عننا حزن شديد بيبطل نفقد الاهتمام بالنشاطات اليومية والمعتادة اللي نحن بنعملها بشكل متواصل لما نوصل لمرحلة الاكتئاب إذا مضينا وقت مع أشخاص مكتئبين أو كمان عندهم الطاقة السلبية فبالتالي رح يصير يعني رح نلقط سلوكيات من بعضنا لما نحكي بشي اسمه عدوى العدوى يعني مثل الإنفلوانزا هيدا مثل الفيروس حضرتك سميته فيروس ولكن لما تجي الشغل للإكتئاب منع عدوى على قد ما هي إنه إذا جاورت السعيد تسعد فبالتالي أنت بدك تكون كتير حريص على مين أنت عم تمضي وقتك معه الشخص المكتئب بشكل عام بيصير في عنده انطواء فبدي يعد لحاله إذا قعد مع أشخاص عاديين بحياته اليومية طبيعي بدك تتأثر بسلوكياته بدو ينقلك مشاعره بدو ينقلك أفكاره فبالتالي أنت ويش بك كشخص بدك تدعمه لهيدا المكتئب تحمي حالك أكيد وهيك ما بتصيبك العدوى هناك من الأشخاص هناك كثير من الأشخاص ممكن يعانون من الاكتئاب ولكن ما يعرفون أنه عندهم اكتئاب كيف نحن نقدر نكتشف أنه نحن نعاني من الاكتئاب وهل نستطيع علاجه في فترة قصيرة أم ياخذ وقت طوي كرمال الأعراض عندك نوعين من الأعراض يا أما بيكونوا أعراض جسدية أو بيكونوا أعراض نفسية أول إشارة ممكن تدل على أنه أنت عندك الاكتئاب هو لما الحزن الشديد اللي كنا عم نحكي عنه بيليسمك أكتر من ثلاث أسابيع لأنه هذا صار عندك مثل باترن أنت ما شاهد فيه فبيصير في عندك فقدين شهية أو قبال على الطعام بشكل أكبر بتفقد الاهتمام بالنشاطات اللي بتعملها بحياتك اليومية بتعزل حالك بيصير في نوبات غضب شديدة أو نوبات بكاء هسترية أو بشكل مفاجئ يعني كل شيء ممكن أنت تكون متعود عليه بحياتك اليومية فجأة بتلاقيه صار عم يتغير الأعراض الجسدية مثل دقات القلب السريعة مثل النوم الشديد لأنه الشخص المكتئب بسيبه يهرب من الواقع ويهرب من الحزن فبيلجأ للنوم بيبطل في تركيز بيبطل في فقدين زيكرة ففي كتير أعراض بتأثر وبتدل على أنه شخص مكتئب ولكن ينصح أنك تروح تشوف حكيم طبيعي مختص بهذا الموضوع هو على قدر أكتر أنه يعطيك التشخيص لأنه الاكتئاب عم تسأل عن العلاج فيه علاج طويل للأمد فيه أنواع كآبة ما عنده علاج لأنه بتكون على مدى بعيد مدى بعيد فعندك الكآبة المتوسطة الخفيفة والشديدة فما في حدا بيقدر يقل لك أي نوع كآبة عندك إلا زرحت عند مختص أكيد اتكلمتي عن الذهاب إلى المختص الكثير ممكن اليوم يحس أنه من العيب أو الناس راح تتكلم عني إذا أنا رحت عند الصحة النفسية عند الدكتورة أو عند مدرب الصحة النفسية فكيف ممكن نحن نلغي هذه الفكرة من عقول الناس ونشجعهم أنه لو أنتم تعانون من أمراض نفسية أو مشاكل نفسية مثل الاكتئابة وغيرها تروحون عند الطبيب أو عند المدرب وأن هذا الشي مش يعتبر عيب بالعكس يعني هذه بادرة طيبة منك عشان أنت تعدل من نفسك وتعيش حياتك طبيعي مثل أي شخص كير حلو هذا السؤال بكل بساطة نعالج أو نتعامل مع المرض النفسي أو المزاجي أو العاطفي مثل ما نتعامل مع المرض الجسدي لما يجعنا شيء بجسمنا دخري من نلاقي حالنا رحنا على المستشفى ورحنا عند الحكيم لأنه مش قدرين نتحمل الوجع فكيف الشخص اللي بيسأل هذا السؤال أو اللي بيقول أنا شو العالم بدي تقول عني بيقول له أنت كيف ترضى على حالك أنك تضلك موجوع على أنك تروح وتعالج هذه المشكلة بالنهية هذه المشكلة وبدأ حل من عيب مثل ما أنت قلت أو منه خلق تشوى خلقي أو شي فأنا بقول للشخص أنه يحب حاله ومن علامات حب النفس أنه نحن نروح نعالج هذه المشكلة لحتى نقدر نهتم بغيرنا بأنه إذا أنت كانت مثلا بيقول له بطريتك فادي ما رح تقدر أنك تهتم لا بعائلتك ولا بشغلك ولا حتى بزملائك ورح توصل لما حل أنك كمان تهمل حالك فنتعامل مع المرض النفسي والمرض العاطفي مثل المرض الجسدي نفس الشي نفس الشي لكن في ناس ممكن اليوم يعانون من الاكتئاب أصدقاء أخوة أصحاب زملاء زوج زوجة ممكن أنهم يصبون هذا الاكتئاب علينا وبعدين يكملون حياتهم أو يكملون مجرد ما هم يعطونا هذا الاكتئاب وهذه الطاقة السلبية الطاقة السلبية يكملون هم سعيدين ويضحبون ويبتسمون ولا كأنهم أثروا في كلامهم بطاقتهم السلبية علينا هلأ الشخص المكتئب ما فيه كافي حياته بسعادة هو مكتئب بس كيف يتعامل معنا هو بالنهاية لاجئ لقلنا أو يمكن يخذنا بطريقة أنه نحن أصدقاء أو أنه نحن مثل ما أنت تفضلت وقلت عائلي فبالتالي فيني عاملك بهذه الطريقة أو فيني يكون على طبيعتي معك وصب طاقة السلبية عليك نحن واجبنا أنه نحمي حالنا كيف من نحمي حالنا فينا نحط الكلمة اللي عم فتش عليها باوندريز يعني نحط حدود صحية بينه وبين الشخص المكتئب يكون فيه أدوار صريحة وواضحة بين الاثنين أنه أنا قادر ساعدك بس بهذا الموضوع إذا بدك مساعدة أكتر في هذا الشخص فيك تروح تحكي معه أنا مني مسؤول عن ساعدتك بالنهاية أنت ما فيك تضلك مثل ما بيقولوا عتلين هم هذا الشخص المكتئب كيف بده يطلع من الكآب اللي هو فيه هاي منه من مسؤوليتك مسؤوليتك أنك تساعده وتكون ويقف حدود بنفس الوقت ما تخليه يأثر عليك بطاقته السلبية ففيه نشاطات فيك أنت تطلع منها هذه الطاقة السلبية من بعد ما تقوله لشخص المكتئب أنا مني قادر أسمع لك أكتر أو أنا مني ما عندي المساحة أني أسمع لك أكتر من هيك تهتم بحالك عبر نشاطات جسدية تعمل سبورت تسمع موسيقى تعمل أي النشاط ممكن أنت تفرخ في هذه الطاقة السلبية ولكن بني هاي الرسالة اللي أنا بدي أقولها أنه من حقك أنك ما تتعامل مع الشخص المكتئب من دون ما تخليه يحس حاله منبوث يعني ما نتعامل معه من دون ما نحس نحسس أنه هو منبوث طبيعي طبيعي وبندون ما أنت تحس بالذنب أنه أنا بدي ساعده ما عم بقدر ساعده لأنه بالنهاية مثل ما أنت قلت إذا أنت محاط بأشخاص مكتئبي فبالتالي من دون ما أنت تحس رح تاخد منه هيدول المشاعر والأفكار فليلا تحط حالك بهذا الموقف ما عم بقول أنه نحن ما نتواجد مع أشخاص مكتئبين ولكن نحمي حالنا نهتم بحالنا نعمل قدر المستطاع على أنه ما نتأثر بهذه الطاقة السلبية عبر النشاطات اللي ممكن تخلينا نفرخ هذه الطاقة وبنفس الوقت نكون قادرين أنه ندعم الشخص المكتئب أستاذة رهف القبيسي طبعا مدربة صحة نفسية وذهنية كنت معنا في صباح الخير يا وطن كل الشكر شكرا لك شكرا 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 شكرا